بعد قرابة وسبوع من الإمضاء التاريخي على الإعلان الدستوري في السودان بين المجلس العسكري والمعارضة أعلنت نفس الأطراف في الساعات الأخيرة عن تأجيل الإعلان عن التركيبة الحكومية المستقبلية تأجيل جاء على لسان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خلال مؤتمر صحفي حيث أكد محيط رئيس الوزراء أن التأجيل يعود إلى مراجعة استثنائية لأسماء المترشحين على الحقائب الوزرية مناصب تتوزع بين المدنيين والعسكريين في إطار المرحلة الانتقالية التي تستمر إلى تسعة وثلاثين شهرا يأتي هذا بعد أن تسلم في وقت سابق الخبير الاقتصادي أسماء لمترشحين في المناصب الوزرية بلغ خمسة عشر وزارة باتفاق مسبق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يكون الوزراء من أصحاب الكفاءات وليس من الانتماء الحزبي ومهما تكون طبيعة الحكومة المستقبلية إلا أنها ستعكس لا محال عودة المدنيين إلى المشهد السياسي سواء في المرحلة الانتقالية التي ستدوم لثلاثة سنوات أو حتى بعد الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر